ونستهله من الرباط حيث أكد وزير التجهيز والنقل سيد نزار بركة يوم الجمعة في عرض أمام مجلس الحكومة أكد أنه بالرغم من تراجع المخزون الماء بالسدود فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية والسدود المخصصة للفلاحة في نفس الإطار علن وزير الفلاحة وصيد البحر والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي أنه من أجل توفير ظروف ملائمة لانطلاق الموسم الفلاحي 2022-2023 تمت تعبئة مليون قنطار فاصل واحد من البذور المختارة للحبوب الرئيسية الثلاث القمح اللين والقمح الصلب والشعير وبالمناسبة صادق المجلس على عدد من مشاريع المراسيم وعلى مقترحات تعيين في مناصب عليا